صباح الخير حلقة اليوم هي تشيز كيك بالكراميل هو مشي الكراميل وإنما تشيز كيك دوسي دي ليت إذا تقطع صحيحة معنيتها مربى الحليب أو من الشي كله هي نسلي كراميل وصافي مهم أحسن حاجة فيه أنه سهل تتحضره في وقت قياسي ممكن خليه يرتاح ولكن وقت تحضير وجيز سهل راقي وبنين بزافة تبع معي الحلقة من الأول للآخر هذا هو حسابي على الإنستغرام لا تنسوش تشاركوه هنخليليكم الرابط في صندوق الوصف أول تعليق متبت بالنسبة المقادير فمحتاجين الطبقة للتح طبقة البيسكوي 200 جرام من البيسكوي أي كانت الماركة اللي اختاريته أنا اليوم اختاريت لوتوس كيعجبني المضاق دياله حتى القرمشة اللي فيه وطعموك يمشي مع الكراميل أنا ستعمل مع عناية 80 جرام من الزبدة لأنه هو في كمية دسم كبيرة إذا استعملت أي بيسكوي آخر مثلا كجولدن احتوى تجيزوين وفيه مضاق الليمون تجيزوين بزافة الوصفة ممكن ولكن استعملوا 100 جرام من الزبدة طبقة الثانية فنستعمل فيها أنيسلي كراميل نفس تمن الحليب مركز محلافة لا داعي أنكم تشري وهو والطيب والعذاب كله وساعة وطنجرات الضغط في البيت فهم الأحسن شري وجاهز كيستعمل منه 380 جرام اللي في العلبة ستحتاجوها للكريمة ومن بعد التزيين للفوق من بعد فنستعمل كذلك 250 جرام من الكريمة كريمة الخفق استعملوا أي نوعية كتعجبكم أهم حاجة ما تكونش أكيد الكريمة الحامضة وما تكونش فيها سكر ما فيها تنسبة من السكر تأكدوا لأن نسلي كراميل فيه سكر كبير فمن الأحسن حتى يبقى لقعته متوازين ما نستعملوش اللي فيها السكر وخمسة جرام من الجيلاتين استعملت البودرة من بعد نعطيكم المقاعدين اللي بغيتوا استعملوا الورق غنضيف لي 30 جرام من الماء 30 جرام من الماء هي 3 ملاعق كبيرة المهم المقاعدين غتلقاوهم كلهم في صندوق الوصف عندي هنا 400 جرام من الجوب الكريمة ممكن تستعملو جغفي أنا استعملت هذا لأنه تمام مناسب فيه 170 جرام في كل علبة إذا فمن بعد غنضيف لي واحدة من بغلي حتى يعطيني 400 جرام إذا استعملت أي جوب وكان فيه 400 جرام فلا داعية أول مرحلة من الأحسن نبدأ بها هي نخلط الجيلاتين مع الماء خمسة جرام من الجيلاتين هي ملعقة صغيرة تقريبا بالنسبة الناس اللي ما عندهمش ميزان إلكتروني ومع ثلاثة ملاعق كبيرة من الماء اللي هي 30 جرام غنخلطهم ونخليهم يرتاحوا حتى نوصل للمرحلة لنخلطهم مع باقي المكونات الزبدة ممكن ندوبها عادي ماشي مشكل ولكن من الأحسن أننا بعد ما ندوب نخليها تغلي شوية على نهرها هادئة حتى تشوفوا أن كمية الحليب كلها تبخرت هكذا كيبقى البيسكويت مقرمش كيبقى الطبقة كلها مقرمشة وكنصفيها من بعد نزولوا منها أي حاجة كيكون هذا هو الشكل ديالها جاهزة أنكم تستعملوها تخليوها فقط تبرتي شوية من استعملوها شوية ساخنة جدا من بعد فاقسمت البيسكويت إلى مرتين لألم مفرمة عندي صغيرة شوية عندي وحد أخرى كبيرة ولكن استعملت معاكم هذه لأنها تمانها مناسب وكنت وريتها لكم في فيديو اللي كان فيه تشيز كيك لوتيوس كان كله لوتيوس بالكريمة بطوبينج اللي الفوق كان زوين بزاف وعجبكم غنحط لكم الرابط بالنسبة للناس اللي ما شافتوش فممكن تشريوها رخيصة كينا متوفرة حتى في جوميا كينا في المتاجر الكبرى تمنها مئة وعشرون حتى للمئة وخمسون درهم عملية وصغيرة بحلقة كده فكستعملوها في مكسرات بيسكويت في أي حاجة هذا مشي إشهار هذا غير كنحاول نوريكم كنحاول نساعد المبتدئين لا في هذا المنتج هذا لا في المنتجات اللي كنوريكم كلهم ففقط كنوريكم حتى تكون عندكم نفس النتيجة اللي كانت عندي أنا هذا بالنسبة للناس اللي كتكتب لي أنني كندير إشهارات بزاف فالإشهار مشي عيب العيب هو أنني نشار أشياء اللي تكون رديئة فقط للمقابل المادي فالإنسان ضروري يكون عنده شوية من الضمير فمشي أي حاجة أعطوها لشركة غنشارها وأكيد يوم ما غيكون إشهار فاحتراما لكم غنعلمكم أنه هاد المنتج كنوريه لكم بقتنغية أو إشهار ما غنجيش ونوريكم نقول لكم هاد إشهار هاد المنتج رحزوين استعملوه راتي أنا استعملته فأكيد غنعلمكم أنه إشهار وإذا ما كانش إشهار فغنوريكم المنتج عادي المهم بقيت كنظر فانسيت خلطت زبداء بعدما كانت بردت شوية مع البيسكويت واستعملت هنا إطار بلاستيكي اللي هو الغودويد متوفر عند الناس اللي كتبية الأشياء الخاصة بالحلويات ونزلت بحلقة داع البيسكويت الإطار اللي استعملت كان فيه 20 سنتيمتر وفيه في الارتفاع 5 سنتيمتر ممكن استعملوه 22 في القطر واستعملوه 4 سنتيمتر في الارتفاع أول حاجة دائما كان نبدأ هي أنني كنوزع البيسكويت حتى تكون عندي الطبقة كلها متساوية ومن بعد فكن بدأ نضغط بشوية بشوية ونحاول أن تكون عندي الطبقة كلها التحت ما يكونش عندي بقايا من البيسكويت لاصقين في الجوانب من بعد فإذا عندكم هذه الأداة هذه اللي كنتستعملوها في الحرشة واللي هي أصلا خاصة بالتيز كيك أنا شريتها خاصة بالميني تشيز كيك ممكن تستعملوها بحلقة ذا كتبسطوا بها كتعطيكم النتيجة دائما أحسن إذا ما توفرشها بالملعقة أو بالكأس ستعطيكم النتيجة مزيانة وغنحطوه في المجمد حتى يبرد تماما ومن بعد فغنمرو تحضير طبقة ثانية أول حاجة الكريمة ضروري تكون باردة باردة جدا حتى ما تعدبناش غنخفقها حتى تشوفو أن القوام متماسك يكون متماسك ولكن بدون مبالغة في الخفق تعفي هنا كيفما كتشوفوه راها تماسكات وخفيفة ما خليناش حتى تحببات أو خرجات الدسم اللي فيها كله غا تكون جاهزة غا نخليها في الانتظار ونحضروا باقي المكونات في البول الثاني حطيت هنا يا نسلي كراميل ووزنت 260 قرام إذن ناخده الصحن نوزنه فيه 160 قرام وما تبقى نخليهه للتزيين اللي من بعد أكيد يكون في درجة حرارة الغرفة ودوب الجيلاتين أنا أستعمل الميكرو ويف اللي هو الميكروند حطيت فيه الصحن بحل عكضة وخليته عشرة ثوانية وكنقلب وكنشوف إذا كان دب ضروري تكون الحبيبات كلها دايبة من بعد فالناس اللي ما عندهمش الميكرو ويف فغادي ياخدوا كسر صغيرة يحطوا على النار يحطوا فامي العاقتين كبيرتين من الماء حتى تغليه ومن بعد فكتضيفوا هذيك الجيلاتين وتحاولوا تدوبوها على نار هادئة جدا ومن بعد فكتضيفوها وتستعملوها نفس الاستعمال كنخلط جيدا ضروري تخلط الجيلاتين مع الكراميل ودروري انكم تتبعون نفس المراحل ما تضيفوش مثلا الجيلاتين حتى للخر لانها ممكن تحبب لكم ضيفوها مع الكراميل من الاول وخلطوه جيدا ومن بعد فكتضيفو الجبل الكريمي احسن حاجة بالنسبة لأي تشيز كيك هو الكريم تشيز هذا مقاوة مو شوية كيشبه الكريم تشيز ممكن تستعملوه في التحضيرات اللي فيها مثلا جيلاتين يقدر ما يكونش مناسب لانواع اخرى من تشيز كيك اللي ما فيها الجيلاتين او ما فيها الشوكولة يقدر ما يكونش متماسك في لدي الفيا او كريم تشيز هي احسن حاجة بالنسبة لتشيز كيك ولكن كنحاول انه تمن القاطو اللي كنقدم لكم يبقى تمن معقول لان في لدي الفيا غالية جدا في هذا الوقت فعلبتين تقدروا تحتاجو حتى 60 درهم حسب المكان مين ستشريوها هذا كيبقى علبتين ب 23 درهم تقريبا كيعطي نتيجة تقريبا متشابهة لان الوصفة فيها جيلاتين نفس الشيء كنخلط المكونات كلها حتى التمازج اكيد دائما تكون حدا يسبعتين حاول ننزل الجوانب نشو اذا كان التحت عندي بقايا من الكراميل او بقايا من الكريمة فكنخلط كل شيء ونرجع نضرب المكونات كلها حتى تعطيكم مزيج الكريمي ويكون بدون اي حبيبات ويكون متجانس صافي هنا شفت ان المكونات كلها اندمجات عندي فكي يكون هذا هو القوام سنمر انني نخلط الكريمة الاولى مع الكريمة التانية كيف مكتشوفو هذا هو القوام اللي ضروري يكون في الكريمة ما تكونش متماسكة اكتر من اللازم لانك تعطي قوام اللي محبب ما كيكونش قوام اللي كيف ما شفته فليوريتكم في اول حلقات يكون كريمة ويكون دايب في الفم فضروري ان الكريمة ما تبلغوش في الخفق سوف نحاول ان نخلط دائما من تحت الفوق هكذا نحافظ على نسبة الهواء وكمية الهواء اذا دخلت اول حاجة الدفعة الاولى ومن بعد فغنضيف الدفعة الثانية ونفس الشيء سوف نخلط غير بشوية من تحت الفوق حتى الناس اللي ما كي عجبهاش تيز كيك فا اخي عجبه هذا لانه خفيف بزاف وعادة كيكون تيز كيك تقيل وكيكون شيء حاجة اللي ما نقدرهش مثلا ناكلها كدسر هذا اللا ممكن تقدموه حتى كدسر من بعد الغداء او الاشياء ممكن تحطوه مثلا صحن كبير في الفواكيل تحت وتحطوه صحن من الفوق اللي فيها تشيز كيك بحل هذا سيكون تحلية لزوينة كيف ما كنتشوفه كناخد سباتويل كنحاول ان نخلط يكون المزيج كله عندي فيه نفس اللون صافي وغادي ناخدوه وغادي نزيدو فوق من الاطار اللي استعملت هنا عندي البيسكويت راح جامد ضروري يكون جامد لانه غايتفرتت غنحاول ننزل طبقة اولى نتأكد انها وصلت الجوانب حتى ما هيكولياش اي فقاعات في الجوانب هذه الطريقة اللي كنستعمل كنحاول ان نوزع وكنطلع بحلها كده الجوانب كلهم صافي من بعد ما كتشوفوا ان الجوانب كلها تلبست فكنتنزلوا باقي الكمية ما تخافوش اذا شفتو الكراميل في الواسط الكراميل من الفوق كيجي متوازن جدا لاناني ما ضفتش اي كمية اضافة من السكر مع ان الوصفات الاسبانية اللي لقيت كلها في سكر الا ان اكتفيت بالسكر اللي في نسلي كراميل وضيفين كمية من الجوانب اللي فيها شوية من الملح ضفنا كذلك الكريمة فهذا كيعطيكم توازن غير جربوه ما تخافوش نهائيا من هادي الناحية هادي لناحية السكر الناس اللي ستسويني على الماسكاربون كي الناس اللي يعجبها ممكن مثلا نصف الكمية ماسكاربون ونصف الكمية كراميل ولكن ما تخليوش الكمية كلها ماسكاربون لانا غيجي تقيل وما غيجيش فيه مضاق تشيز كيك من بعد فاك نحاول نعطي الشكل مستوي للوجه ندخله التلاجة مدة خمسة ساعات على الاقل ومن بعد فاك ندخله ساعة للمجمد هكذا نقدر نزول الغود ويد بكل سهولة اذا بغيتوا تخليوه ليلة كاملة ماشي مشكل ولكن ليلة كاملة فقط في التلاجة ومن تفوتوش ساعة في المجمد وإلا القوام تيختلف على القوام الكريمي هنا ما تبقى من الكراميل حطيتوه على حمام بخار وبقيت بحركة حتى داب من بعد فاق نصفيه لانك يكونوا في بعض الحبيبات ماشي محببين غير فقط غدو زوم هاكذا في الصفاية غادي ينزل غير بش يكون الكراميل كله سليس وكريمي عندي هنا الصفاية صغيرة فاقتمت الكمية على مرحلتين ممكن تحطوها مرة واحدة وكتعطيكم هذه النتيجة كيف ما كتشوفوه ما فيش اي حبيبات هنا خرجت تشيزكيك من المجمد سواء اختاريت وتخليوه ليلة كاملة اذا كنا جي عندكم ضيوف او تخليو خمسة ساعات ضروري من ساعة واحدة في المجمد هاكذا يكون سهل انني نزول الغدويد او احتى اذا ما استعملش البلاستيك الغدائي اللي في الجوانب فاكنا اخد سباتول او سكين وكنحاول نمرره من الجوانب هاكذا ما يلسقوش لي ويكون عندي شكل زوين بحال هاكذا ما فيش اي اي تكتولات في الجوانب او اي حاجة لمشي هي هاديك بالنسبة الناس اللي غت سووني اذا كان ممكن عدم اضافة جيلاتين لهذا الوصفة هادي فصورة اللي الفوق اللي كتشوفو هي نفس الوصفة صورتها لكم بدون جيلاتين مع انني ضفت في لادلفية استعملت لانا كان جوب المتماسك ولكن ما اعطنيش نتيجة ليزوينا كيفما كتشوفو راني دوست سباتول وخاكك ما كانش نسبة نسبة الريضة على هادي الوصفة تخليني نحط لكم ضروري نحط لكم شي حاجة اللي كتحمل لوجه فبالنسبة لي ضروري من الجيلاتين في هادي الوصفة هادي من بعد فاغنزيين بالجوز او عين الجمل او القرقع قسمتوا انصاف حلاكة استعملت من مئة الى مئة وعشرون قرام وغادي نقسمهم وغادي نزين بهم اول حاجة تعتو مضاق تعتو قرمشة ثاني حاجة ان الكراميل مغاي سيلش من الجوانب ممكن تستعملوا القرقع ممكن تستعملوا اللوز حتى هو نفس الطريقة في تزيين او نواز زيت حتى هو تستعملوا اي حاجة كتعجبكم اكيد مش ضروري انكم تحطوهم على هات الشكل اللي حطيتوا انا انا سيعجبني الاشياء تكون متقونة جدا ممكن انكم ما يغير تقطعوها كقطع صغيرة وتحطوه في الجوانب سوف نشو ان الدائرة عندي مستوية كلها ومن بعد فا نضيف الكراميل الكراميل ضروري جدا انه ما يكونش ساخن يكون فقط دافئ سوف نضعوه مثلا اذا لقيت انه جمد ممكن نضعوه في الميكرو ويف مدة عشرة ثوانيه او ممكن نرجعوه لحمام بخار نفس الشي عشرة ثوانيه قريبا غير يعطيني هكذا لويونة ومن بعد فا نضعوه مباشرة نحاول نضعوه الى تشيز كاي كله ومن الاحسن اني نحاول ندخل شوية وسط من القرقاء ومن الجوز بحال هكذا غيرتين منظر اكيد احسن ومن بعد فا نضعوه في التلاجه فهذا يعاود ينزل غيرتكم شكل مستوي حتى هاد الاشكال اللي بقيت ليه بالملعقة غيرتين احسن من بعد فا نضعوه في التلاجه نطلق لكم شوية من الماء فا يكون في نفس اليوم اللي غنقدم فيه ممكن نخليه مثلا اربعة ساعات خمسة ساعات ماشي مشكل غير ما نخليش مثلا الكراميل ليلة كاملة ممكن تشيز كاي كله يبقى ليلة ولكن تزيين يكون في نفس اليوم اللي غنقدم فيه صافي وكانت هدية نهاية الحلقة وهدوية النتيجة النهائية ارجعت دخلتو تلاجه مدة ساعة قريبا ومن بعد فا تقدموه بالصحة والراحة تعمدت اناني منزيتش جيلاتين في الكغاميل حتى يبقى بحلاك ذا دايب وكيشاهي فاذا جربتوه اكتبوا لي في التعاليق الى الحلقة المقبلة ان شاء الله اشتركوا في القناة